لم تدخل ميليشيات الحوث الإرهابية جهدا أو أسلوبا في توزيع الموت المجاني لليمنين إلا واستخدمت فالجماعة التي ملأت اليابسة بالألغام والعبوات الناس فليس بغريب عليها أن تضال أيادها الأثيمة لتلغيم البحر والإضرار بطرق التجالة والملاحة الدولية لتصبح كابوسا يهدد المنطقة والعالم فهذه الألغام البحرية الإيرانية المموهة والمسبوغة بأصطاف البحر وملوحاته المزرعة بين أمواج البحر الهادرة باتت مصيضة تفتك بأرواح اليمنين وخضر مستدام دفع المئات من الصيادين العزوف عن خوض عباب البحر للبحث عن مصدر ألزاقهم خوفا على حياتهم تلك الآلة الإجرامية الحوثية تواجهوا بعملية إبطال مفعولية من قبل الفرق الهندسية التابعة للمقاوم المشتركة والقوات الحكومية المتمثلة بخفر السواحل التي تترصد الألغام المزروعة وانتزائها وتفكيكها والتخلص منها وإحباض الزوارق المفخخة كما تقوم فرق التشكيل البحري بعملية مسح دورية للمياه الدولية لتأمينها والتأكد من خلوية من مخاطر الألغام التي تمثل تهديدا كبيرا للصيادين وحركة السفن بخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر فيما أعلن التحالف عن اكتشاف وإزالة مائة واربعة وستين لغما بحريا زرعت ميليشية الحوثي عشوائيا حتى الآن كان آخرها تدمير لغم بحري في البحر الأحمر قبالة السواحل السعودية انفجر بناقلة نفط يونانية ما ألحق أضرارا في جدرانها دون وقوع إصابات في طاقمها والذي يأتي بعد ساعات من اعتراض وتدمير زرق نحوثي مفخخ وبما أن الميليشيات لا تلتزم بعهد أو ميثاق فقد كسرت قاعدة ميثاق أوتاوى الذي يتبنى مكافحة الألغام والمعاهدة الدولية بشأن الألغام التي تعتبر اليمن إحدى الدول موقعات عليها ليصنف حاليا من أكثر البلدان المليئة بالألغام بحسب منظمته من رايتس ووتش وبحسب مراقبين فإن المجتمع الدولي زهد الإرهاب الحوثي الذي طال الأرض والبحر مطالب أكثر من أي وقت مضى بتجريم الميليشيات وتصنيفها كمنظمة إرهابية